مثلما كان الجراموفون يلوث سماء غرفة مكتبي فيشويه الذوق والأفكار ومثلما كانت الرقصات الأمريكية تندفع كالأشخاص الغرباء والمشاغبين نعم وكمخربين مقتحمين حديقة الموسيقية التي أوليتها عناية الفائقة اقتحمت كذلك مؤثرات جديدة ورهيبة ومن كل الاتجاهات حياتي التي كانت حتى ذلك الحين وضحت المعالم بصفاء فائق ومنعزلة إلى أقصى حد لقد كانت أطروحة ذئب البراري وهاري أيضا محقين في اعتقادهما في الألف روح ففي كل يوم تقفز أرواح جديدة لتتخذ مكانها إلى جانب جمهرة من الأرواح القديمة وهي تضج بمطالبها وتثير الفوضى والآن وكأنما أنظر إلى صورة صرت أرى بجلاء أي وهم كانت شخصيتي السابقة تعيث فيه لقد كانت حفنة القدرات والاهتمامات التي حدث أن كنت منيعا بها تستحوذ كل اهتمامي وقد رسمت لنفسي صورة بوصفي شخصا لم يكن في الواقع أكثر من اختصاصي راق ومثقف في الشعر والموسيقى والفلسفة وهكذا عشت تركا كلما تبقى مني ليغدو عماء في الإمكانيات والغرائز والدوافع وجدت أنها تشكل هائقا في تلك الأثناء وجدت على الرغم من شفائي من الوهم انحلال الشخصية هذا ليس بأي حال مغامرة ممتعة أو مسلية على العكس لقد كان كثيرا ما يسبب لي الألم المفرط وكثيرا ما كان لا يكاد يحتمل غالبا ما كان هدير الجرامافون يبدو لأذني شيطانا بحق وكم من مرة وأنا أؤدي رقصة الخطوة في مطعم فخم بين باحثين عن المتعة وخليعين متأنقين كنت أشعر أني خائن لكل ما كان يجدر بي أن أحيطه بكل مظاهر التقديس ولو أن هرمينة تركتني مدة أسبوع واحد وحدي لفررت من فوري بعيدا عن هذه المتاجرة المضجرة والمضحكة مع عالم المتعة إلا أن هرمينة كانت دائما موجودة وعلى الرغم من أني لم أكن أقابلها كليهم إلا أني مع ذلك كنت على الدوام عرضة لمراقبتها ترشدني تحرصني وتنصحني إضافة إلى ذلك قرأت كل أفكاري المجنون عن التمرد والهروب مرتسمة على وجهي وابتسمت منها مع التدمير المتزايد لكل ما كنت سميته شخصيتي بدأت أفهم بدأت أفهم أيضا لماذا كنت أن طوي على كل ذلك الرعب الهائل من الموت رغم كل يأسي وبدأت أدرك أن هذا الرعب الوضيع الذي أظهرته في وجه الموت كان جزءا من وجودي القديم المبتذل الكاذب